برعاية وحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة انطلقت بطولة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة طيب الله تراه لجمال الخيل العربية للانتاج المحلي في نسختها الثامنة وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتنظيم من منظمة الجواد العربي وسط مشاركة جيدة من الاستبلات والمربين حيث تابع سموه جانبا من البطولة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على دعم سموه المتواصل لرياضات الفروسية خصوصا رياضة جمال الخيل العربية مبينا سموه أن هذا الدعم يسهم في تحقيق كامل الأهداف التي وضعها الاتحاد عبر تنظيم مختلف البطولات والبرامج المتنوعة التي تساهم في مواصلة تطور هذه الرياضة العريقة وشد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة باهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وحرص سموه الدائم على دعم البطولات التي ينظمها الاتحاد وشار سموه إلى أن بطولة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية للإنتاج المحلي تعد واحدة من أهم البطولات التي تحظى باهتمام كبير من الاتحاد لأنها تخلد ذكرى سموه بالإضافة إلى أهدافها الرامية إلى استعراض المواهب المتميزة في مسابقة جمال الخيل العربية وتأهيلهم للمشاركة بمختلف البطولات والأحداث الرياضية القادمة وتنمية قدراتهم في رياضة جمال الخيل العربية هذا واستعرضت الجياد وأناقتها وجمالها في المسابقات المتنوعة التي شهدتها البطولة وسوف تتواصل المنافسات اليوم وغدا وجرى تتويج الفائزين كذلك بالمراكز الأولى في الفئات كافة ترجمة نانسي قنقر